لغرض الوقوف على المتحقق في أرض الميدان من إنجازات أمنية وبطولية في عملية إرادة النصر بنسختها الثامنة تفقد السيد رئيس أركان الجيش رافقه معاونه للعمليات قاطع الفرقة المدرعة التاسعة وقاطع مقر العمليات المتقدم في كاركوكا وقاطع الشرطة الاتحادية لتقديم الدعم المعنوي للبواسل الأبطال وإبداء التوجيهات العسكرية والأمنية لهم لما يضمن تحقيق النصر والنجاح في هذه العملية الأمنية الكبيرة مع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم انطلقت عملية إرادة النصر المرحلة الثامنة والتي اشتركت بها أربع قيادات عمليات قيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات ديالة والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة حقيقة أولا رسالة إلى كل الشعب العراقي بأن القوات الأمنية باقية على العهد في مكافحة الإرهاب ويدن تقاتل الإرهاب ويدن تفرض السيطرة على الوضع الأمني في الداخل وهذا من جانب من جانب آخر أيضا كانت أن جولة هذا اليوم ضمن المقر المتقدم لقيادة عمليات المشتركة شملت محور التي تقودها قيادة فرقة الرد السريع ومحور الفرقة التاسعة والفرقة الخامسة النتائج جيدة حققت الأهداف المرسومة لها في الصفحة الأولى وستبقى القطاعات في مناطق المأوى لإكمال الصفحة الثانية إلى حين نتأكد من تطهير كافة المناطق توجهات سديدة وملاحظات قيمة أبداها السيد رئيس أركان الجيش خلال جولته الميدانية ولقائه القادة الأمنيين وأمراء التشكيلات العسكرية المشاركة في عملية إرادة النصر الثامنة مؤكدا على بدل أقصى الجهود في تحقيق كافة مفردات الخطط الأمنية الخاصة بهذه العملية وصولا إلى تحقيق النصر النهائي بوقت قياسي وبأقل الخسائر عملية أمنية كبيرة ومميزة تفرض فيها إرادة الأبطال لصنع الانتصار لتكون إرادة النصر هي سيدة الموقف البطولي وعنوان الغيرة العراقية